ما حكم تحريك السبابة في الصلاة عند التشهد وما هي الطريقة الصحيحة الجواب على هذا أولا أن تحريك السبابة بمعنى رفعها عند التلفظ بالتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهذا رفع السبابة إشارة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى وفي نفس الأمر الواقع على كل حال يعني وجد خلافات ووجد أحوال متعددة في وضع هذا الشيء وبعضها الحقيقة محل ملاحظة فبعضهم تجد في تشهده دائما يرفع إصبعه ويخفضها من بدء التشهد إلى أن يسلف وهو أشهد أنه وهكذا 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 هذه في الواقع تعتبر حركات وحركات قد تؤثر على الصلاة ولا أعرف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة وإنما المعروف التشهد هو أن ترفع سبابتك حينما تتشهد فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وبعض أهل العلم يقول ممكن أن ترفع سبابتك عند كل كلمة عند كل اسم لله فأشهد أن رسول الله اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبض اللهم إني أعوذ بك من كذا يعني فكل ما ورد على لسانه ذكر لفظ الجلالة يرفع سبابته إشارة إلى وحدانيته سبحانه وتعالى والمشهور هو أن رفع السبابة يكون عند التلفظ بالتشهد والله أعلم فقط يعني بس فقط هنا نعم فقط هو هذا لأن أحيانا يزعجك اللي بجنبك دائما رفع لا ولهذا نقول أن هذا الحقيقة أول ما لا أعرف في ذلك سنة لا سنة قولية ولا فعلية ولا تقريرية كذلك وبناء على هذا فهذه تعتبر يروح حديث ذكر مجموعة من أهل العلم بأن بعضهم وصفه بالوضع وبعضهم وصفه بهذا بأن رفع اليد بهذه الطريقة أقوى من وضع السياطي على ظهر الشيطان يعني أحوال هذا الكلام هذا في الواقع على كل حال يعني حديث لا يثبت وإنما الثابت هو سنته صلى الله عليه وسلم في رفع السبابة إشارة إلى الوحدانية عند التشاهد عند الترفض بوحدانية الله ترجمة نانسي قنقر